دكتور ليال أبي زيد موجودة معنا اليوم نحكي اليوم عن المينو بوز بريمينو بوز نتاعة الدورة الشهرية دكتور أبي زيد اختصاصية جراحة نسائية أهلا وسهلا فيك أهلا فيك وأنا شتقت لكم يعني اليوم موضوع أكيد كتير مهم يعني موضوع ولا أنه جديد ولا حتى يعني معالجته جديدة ولكن دايما فيه كتير من الغموض يمكن لأنه الحديث عنه مش كتير مريح بعض الأوقات مع أنه يعني طورنا كتير بهالإطار بس بعضنا يمكن ببعض المجتمعات فيه صعوبة بالحديث بهذا الموضوع بس نعرف أنه العوارد كتير صعبة على المرأة وأنه ما تحكي فيها مشكلة مية بالمية كاتيا هي المينو بوز يعني مثل ما بيقولوا شيء جباري كل ست بدأ تمرق فيه المشكلة كانت أنه الموضوع كتير طابو يعتبروا أنه ست خلصت وقت المينو بوز لأنه كانت ما بقى تجيب ولاد بقى وإن إطاعة دورة شهرية بس هي أكبر من هيك بكتير القصة وهلأ حاليا يعني إذا بديك في نقول ما لازم بقى تكون عائق لأنه صار في حلول بكل الحالات هلأ شو هي المينو بوز المينو بوز هي أنه المبايد بيبطلوا يشتغلوا وقت المبايد بيبطلوا يفرزوا أرمان الأستروجين بينقطع هالأستروجين يلي هو كاربيران كتير مهم للجسم وبيحمي كتير أعضاء من الجسم عند الستات بيبال شو هيدول العوارض أول شي بنمرق بمرحلة البريمينو بوز كتير بيختلف في الوقت من ست لتاني في يكون البريمينو بوز فيها تكون سنتين فيها تمتد عشر سنين بيحسوا فيها عوارض تخريب بيريد بتبلش البريد تجي مرتين بالشهر يعني ما بيكون صار فيه إبادة لأنه عم يخلص مخزون هالإبادة وبآخر البريمينو بوز بيصير بالعكس تتأخر كل شهرين تجي مرة وهون بيصيروا يبلشوا العوارض من هبات من عدم تركيز عدم نوم تعرق بالليالة المود سوينجز بتصير الست كتير معصبة من نام ركزة ولسوق الحظ بيعتبروا أنه شيء كتير طبيعي وما بيروحوا بيحكوا الأطبة طبعولون وبيعانوا بهذه الفترة معاناة من نهينة يعني هالحرمين من الأكسجين مثل واحد عم يحرم الثاني من البنزين البريمينو بوز قصيرة أو طويلة بتأثر على المرأة على صحتها يعني العوارض مئزية يعني هي المينو بوز حسب أي عمر بتجي يعني نحن بنعرف أنه ناقص الأستروجين بده يؤثر على عامل الشيخوخة يعني وقتها الست تصير بالمينو بوز بتصير معرضة أكتر للأستيو بروز لأمراض القلب وكل هيدولي وحتى للسكن الجلدي طبعنا بتبطل زيت الشي بيصير فينا شيف بالمهبل بيصير فيه كتير عوارد ما فينا نهرب منه ولازم نعلجه البريمينو بوز هي المرحلة يعني منقول الست صارت بالمينو بوز بطيقة 12 شهر ما تعود بقى جيدة ما نقول خلاص فاتت بالمينو بوز بس البريمينو بوز عم بتعاني سنين تخريب دورة ولعب بالأستروجين عم بصير يعمل يو يو فأكيد رب تأثير حيث سيكون أطول كل مطول مئة بالمئة ولازم يكون عم متابعة مئة بالمئة يعني منه خطر على حياتنا بس قبل المينو بوز شو المتابعة اللي بدأت تكون كمان هون منحكي عن أرمان ومنحكي عن حسب العوارض طبعا يعني الست وقت تحس حالة عم تخرب هيدا البيديد في عدة أسباب غير المينو بوز لازم تروح تشوف عن طبيبة لازم يعملها تشيك أب العادي لأنه أيام بيكون في لياف عم بيعملوا نزيف بيكون في كانسر بيكون في كذا شغلة ضروري تتابع كل الشيك أب تبع وقت الحكيم بيقل لأنه أنت صرت بالبيري مينو بوز حسب العوارض بدو يعطيها في أشخاص بيروحوا على العلاج الأرموني وفي أشخاص بيروحوا على العلاج الطبيعي يلي طبيعي يعني سابليمنت بس يعني ما لازم أنا هون تقول أنه ما لازم الستات تعاني من العوارض بلا ما تروح تسأل أكيد في مرحلة بدأ تمرق فيها إجبارة هي يعني وقت تروح عند الطبيعي بدو يقول لها أنا بدو أطلب بنيك إشية تعاملية أنت ما فينا أنا أعمل كل شي وأعطيك أحبة بسحر سحر تنحل وساعتها تمرق بهالمرحلة سموثلي وبيكون تأثير على نفسيتها على حياتها اليومية دكتور أرمون أو لا أرمون يعني فيها حسب حتب ضد الأرمون بالمرة لا لا ما فيك تقول هيك لا الحل هو إذا بديك إليك شو الحل الطبيعي طبعا المينو بوز بيقول لك حساب ماتماتيك ما في أرمون تعطي أرمون يعني بالمينو بوز رحكي للأرمون أنت بديك تعطي أرمون في ستات ما فيها تاخد أرمون سوال أرمون it's not a must أوكي ما فيها لأنه عندها استعداد أنه تعمل سرطان سدي من وراء عامل وراسة شخصة أو عائلة أو عندها ريسك تجلطات سوال أبدا ما فيها نعطيهم أرمونات خلص الشابتر بنا نروح على كل شي supplements وnatural يشيل كل العوارض ويعطي شيء أشياء أستروجين like مثل الأستروجين بلا ما يأثر على السدي في أشخاص ما فيها تحمل المينو بوز العوارض عم بتكون آسية لدرجة أنه ما بتنحمل مجبورة تاخد أرمونات إذا ما كانت عندها ريسك فاكتور وبيجع الخيار لكل ست بستة أكيد مع استشارة الطبيب إذا بيسمح له ولا لا إذا ما كانت العوارض متعبة أو إذا كانت قدر تتحملهم السبليمنت بيحلوا محل الأرمون كليا طبعا يعني لحقلك قبل 2003 بأمريكا كانوا 30% من الستات بياخدوا أرمون بعد 2003 5% بس بياخدوا أرمون ليه لأنه بال2003 منتذكر هاي الدراسة اللي طلعت وتستعملوا أرمون سانتاتيك ما عم نستعملون هلأ زادت ريسك البرست كنسر هلأ مش ناتيرال يعني هلأ طبيعية لأ بيشبهوا الأرمونات اللي موجودين بجسمنا وبالتالي خف هالريسك اللي زاد بس بعده موجود بس خف كلست فتت بالمنوبوس ما بدا تاخد أرمون أو ما فيها الاثنين بحقلة تنقي أنه أنا ما بدي الأرمون بدي مثلي مثل كلست فوت بالهايدا لازم تاخد سبليمونت يعني لازم تاخد أوميغا ثري لازم تاخد تيرماريك إذا عندها واجع بالمفاصل لازم تاخد مانيازيوم عشية قبل ما تنام لازم تاخد بروبيوتك لأنه منعرف أنه الجود بكتيريا مثلا بتموت بالمهبل بصير في بلوتينج يعني فيها تاخد سبليمونت ليشلة الهوت فلاشز مع بايتامين إي في خلطات كتير معمولة من شركات إدوية كسبليمونت مخصصة لهالمنوبوس بس كمان هون إذا عم نحكي عن سبليمونت كل حالة بحالتها مية بالمية حسب العوارض بس هول قلتلي كي هون البيزيك ضروري يعني الأوميغا ثري والمانيازيوم والبروبيوتك تيرماريك للي عندهم أوجاع فيه إشياء ضروري الفيتامين دي أكيد يعني ما بقى نحكي فيه كالسيوم فيتامين دي وكي تو كومبينيشن إجباري كل سبليمون وهم بدون الأرمون رح نتفيدى هششة العدم ومرح نخفيف ما فينا نتفيدى هيدا شي بيرجع بالأرمون كمان عم نخفف مش عم نتفيدى عم نخفف كتير بالأرمون أكتر من السبليمونت هيدا السؤال مية بالمية لا السبليمونت مش بيه الموضوعين منهم إيكويل للهورمون بس فيه إلهم مخاطر كمان ما بدنا ننسى هيدا الشي والأرمونت منهم أبدية يعني بدنا نخذهم على خمس سنين وحسب أي أرمون وكل هيدول الخبرية هيدا عم نحكي عن ما قبل المنوبوس البرمنوبوس والمنوبوس والمنوبوس يعني فينا ننبلشوا بوقت السبت تبلش عوارد وتخريب تعرف أيام بيصير عم تخرب كتير البريد لدرجة عم يعملوا نزيف وعم يصير عندهم فقر دام غير العوارد اللي عم بيحسوا فهون بتتبلش لهيدا منه إجباري تكون قتعدك إليك 12 سنة لا تبلش 12 شهر سوري لا تبلش الأرمون لا الأرمون بيتبلش بالبرمنوبوس في كتير أوقات عوارد مش يعني طبع عادية مثل كل الناس يعني كل اللي عم تقولي كل سيدة هي حالة لحالة في عوارد أوقات بالجهز الهضمي في عوارد يعني حياة العوارد بالجسم ما بيكون عم يبين له سبب ممكن تكون البرمنوبوس أو المنوبوس هي سبب في كتير ستات بيجوا ما نعرفين أنه اللي عم بيحسوا هو من البرمنوبوس لح أعطيك إجزامبل أوكي الهبيت والعرق بالليل كل العالم بيعرفوا أنه عم بعمل الهبيت يعني عم بعمل البرمنوبوس وعم فوت بالمنوبوس أوكي القلق المود سوينج طرقات القلب السريعة أيام أخذ الوزن تجي بتقولي أنا بعدنا عم بيكل زيت الشي أخذت الثلاثة كيلو ما هزيت ما هزيت ولا شوي الهيدا اللي تنوم البلوتينج حتى أيام مثلا في عالم تسمع تصفير بالدينان في كتير عوارد للبرمنوبوس بس فينا كمانا نخلطها يعني نقول هيدا من المينوبوس وتكون كمانا لا مش نهيك برعبو مية بالمية دايما تشك أبيت بدأت نعمل بالعارض الأساسي يعني إذا في طرقات قلب سريعة بديروح واحد عند حكيم القلب يتأكد أنه everything is perfect وبعدين نحط سبب للهرمون حتى بالتركيز لكان وبي يعني بحياتنا العملية ممكن نكون في تأثير أكتر شي بيعانوا منه السيدات وخاصة العاملات هي هال يعني بيصيروا يحسوا في فوق كأنه في عدم تركيز كأنه في ضباب بالرأس في تقل بالرأس كيف قبل البيريد بيومين ثلاثة بتحس حالك مانيك مركزة ذات الشي بيحسوا بس الحلو أنه هيدا فترة وبعدين تعملي أدابتاسيون عليها بترجع بتظهري منها يعني أنا بقلهم لستات بيسألوني أنه ليه الله بعطلنا هالمينوبوز تفكر أنا بهالسؤال شو بدي جاوب يعني لقيت الجواب يلي بيساعد الكل هي مرحلة بيجي تجي الحياة تقلها لست أنه هلأ أنت وقت مجبورة تهتم بحالك قعدت تهتم بكل العالم بكل اللي حوليك إجت المينوبوز عم تجبرك لأنه العوارض قاسية لدرجة أنه بديك ما تجيها لي اكزاكلي تهتم بصحتك أو بديك تدفعي حقه ممكن يكون فيه مشاكل نفسية بهذه الفترة ايه فيه ديبراشن فيه بكة فيه اكتئاب فيه تعصيب من حيالة شغلة وإذا كان حدا بوردرلاين ايه بيقشت بعد بزيادة بيديب ديبراشن طبعا المود سوينغز والاكتئاب بيصيروا يبقوا من حيالة شغلة شو اللي بدوا يساعد هون السابليمت فيه سابليمت خصوصي مثلا بينعطوا للديبراشن ايام منعطي مضادات للاكتئاب بدوز كتير خفيفة بتشتغل من مال على الهبات للستات المافيون ياخدوا ارمون اوكي وبتشتغل بزياد الوقت على المود سوينغز الحياة الجنسية كيف تتأثر؟ فيه بعض الاشخاص بتتأثر لانه منعرف انه نحن الترتيب بالمهبل والليبيدو متأثرة باورمون الاستروجين بس هوني كمان فيه اشياء بتنعطى لوكل او حبوب او لوكل بالمهبل بتخلي انه الوضع يكون جد وكتير مهم انا بقلهم للستات انه انتو كتير تهتموا بوجكن بس هاي ده كمان المناطق التناسلية ما فيها نتجهلة وما نهتم فيها اكتر واكتر بمينوبوز لانه عم ينقطي عنا الجود بكتيريا وعم ينقطي عنا الاستروجين اللي هو عامل اساسي للليبريفيكيشن سو هاي ده تشابتر كمان لحاله بالمينوبوز بس انا بدي شغلي واحدة من كل ست بتحسها لانه بالبريمينوبوز مش تروح تتكل على طبيبة انه بدي حللها كل شي اول شغلة اللي حيطلبها منها الطبيبة هو سبار وهيدا عامل كتير اساسي لنجاح علاج المينوبوز لانه وقتا نخسر الاستروجين ونخسر الادرة على الحرق بدنا نعوضها من خلال كتلة عضلية ومن خلال الكارديو يلي بيحرق الفات يعني هول 3-4 كيلو والبلوتنج اللي عم نحسهم ما قلهم حل إلا نعمل سبار تنقوى عضلاتنا تيصيروا يحرقوا بدل الاستروجين منعلي الهرمونات السعادة بيخفف كتير التعصيب والاكتئاب وبيصير اتماست يعني أنا بس جيني ستبقى للك مدام إذا ما بديك تعملي سبار ومتل ما عم قلك هيدول لأن الأدوية لحي يساعدوك 30% أو 40% للي ما بدأت تاخد هرمون أكيد إذن الحركة مهمة وأساسية إجبارية مش أنه بتصير كيف بقلك أنه هلأ خلاص بدي اهتم بحالي كبروا الولاد فاتوا على الجمعات كله زبطتوا أنا هلأ بدي اهتم بحالي بعد في شي بنا نقوله بتصور إلنا كل شي غطينا كل شي ويعني اختصرت بأنه الاهتمام بالزيد شغلة أساسية وضرورية كتير حلو الجواب حبيته دكتور ليال أبيزاد اختصاصي جراحة نسائية واعقب شكرا للك أهلا وسهلا شكرا للمشاهدة تبقى للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة